تنظم إلينا من الرباط مراسلتنا عفاف بوشيخي عفاف إذن تطلعين على تفاصيل هذه الزيارة حتى الآن أهم اللقاءات وأبرز التصريحات وإلى الاتفاقيات نعم الاتفاقيات الشقة الاقتصاد طبعا حاضر بقوة في زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل مكخون المغرب كما ذكرت لينا 22 اتفاقية تم توقعها بالأمس بعيدة وصول الرئيس الفرنسي بساعة قليلة ترأس حفل التوقيع إلى جانب العاهلة المغربية الملك محمد السادس همت الاتفاقيات في شقها الأكبر السكك الحديدية على اعتبار أن المغرب يراهن على توسيع السكك الحديدية وذلك استعدادا لاستحقاقات مونديال 2030 تعهدت فرنسا في الاتفاقيات بتقديم المساعدة في البنيات التحتية المتعلقة بتوسيع الخط الفائق السرع للقطار البراق الذي تنوي المملكة مده من مدينة القنيطرة وحتى مدينة مراكش بعد مرحلة أولى كانت تربط بين الشمال ووسط المملكة أيضا هناك تعهدات بتقديم معدات لشركة السكك الحديدية المغربية عبر شركة ألستوم الفرنسية الحاضرة في المغرب منذ نحو قرن أيضا إلى جانب السكك الحديدية قطاع صناعة الطائرات كان حاضرا عبر اتفاقية مع شركة سافرون الفرنسية لصناعة الطيران يتم بمجبها إنتاج أو إنشاء موقع لصيانة محركات الطائرات بما سيعطي دفع قوية لصناعة الطائرات بالمغرب والتي طبعا باتت تحظى بأهمية في السوق الدولية عبر حضور سافرون الفرنسية وأيضا عبر حضور شركة إيرباس عملاق صناعة الطائرات الفرنسية الانتقال الطاقي أيضا حظي بحصة كبيرة في الاتفاقيات الاثنتين والعشرين هناك أبرز الاتفاقيات وقعت مع مكتب الفصفات الشريف المغربي ستساهم بشكل كبير في عملية الانتقال الطاقي التي ينوي المغرب ويعمل منذ سنوات على تحقيقها وذلك من أجل الوصول لهدف السيادة الطاقية وتجنب استيراد الطاقة من الخارج أيضا تحقيق الأمن الغدائي هناك تعهدات بدعم برنامج الماء الاستراتيجي المغربي وذلك لمواجهة ندرة المياه التي باتت تواجهها المملكة لنا شكرا لك يا عفاف أبو الشيخي كنت معنا من الريباط شكرا للمشاهدة